شهر رائسي يالي احوال التقس مشاهدينا اهلا بكم من جديد خلال نهر الغد نبدأ بالصباحان لاحظوا تمركز بعض الصحاب ان شاء الله هي تهم معظم المناطق الشمالية للوطن حتخصها ايضا ببعض الضباب الخفيف لاح يكون متمركز على معظم المناطق الصحية للوطن لكني نحزول تدريجيا خلال نهر الغد بإذن الله ايضا بعض الصحب السفلة ليحتكون ايضا كتيفة في بعض الأحيان اتهم كل شمال الصحراء ايضا الجنوب الغربي اللي هناحتمتد بإذن الله حتى المنطقة تمناثت باتجاه اقصى الجنوب خلال الضهراء ان شاء الله هذا الوطن بالي هيكن خلال صباحة على المناطق الصحية لحزول تدريجيا خلال نهر الغد بإذن الله ونلاحظ دائما تمركز النشاط الرادع على المناطق الداخلية الغربية وحتى الوسطى العليا هذا النشاط الرعدي إن شاء الله رح يمتد حتى الشمال الصحراء يعني على كل الخطل يربط ما بين الجلفة اللغوات حتى الغردية أيضا حاسي دلعا وحتى حاسي لفحل وصولا إلى منطقة المنيعة أيضا رح يهمها أو رح نقول أيضا على منطقة الجنوب الغربية رح يبقى ذلك النشاط الرعدي خاص كل منطقة تندوف باتجاه صحراء تنزروف أيضا على منطقة أدرار وصولا إلى تمن راسته حتى الأقصى الجنوب دائما نشاط رح يكون متبوع في بعض الأحيان ببعض القطارات من الأمطار لكنه منطقة سيكون جميل ومستقر على كل الجنوب الشرقية للوطن دائما نشاط زوابع رملية على كل مطقة تمن راست أيضا وسط الصحراء وعلى كل صحراء تنزروف درجات الحرارة لصباحة الغد بإذن الله ما كاش تغيير جديد في درجات الحرارة الدنيا ونحن سجل 33 حتى 34 درجة لكم من وسط الصحراء أيضا على أدرار 27 درجة على تمن راست 29 درجة على كل من شمال الصحراء وحتى شمال الوحيد وحتى 31 درجة على كل من تندوف باتجاه تغييت وحتى تاب البلا وأيضا كرزاز وحتى بن عباس 30 درجة على بشار من 19 حتى 23 درجة ونقدم كله 24 درجة على مدن الهداب العليا الشرقية وحتى الغربية 20 حتى 24 درجة على المناطق الداخلية الشرقية أيضا وحتى الغربية وحتى طراوح بـ 22 حتى 23 درجة على مهدم المناطق الساحلية للوطن دائما هذه الوضعية الجوية ترفقها درجات حرارة قصوى رح يكون فيها انخفاض طافيف في درجات الحرارة القصوى يعني خلال الظاهرة رح نسجل على كل من عين صالح وحتى بأضرار كأعلى مقياس 46 درجة من 37 إن شاء الله حتى 40 درجة على كل من مرتفعة الهجار والتسهيل أقصى الجنوب إن شاء الله رح توصل حتى الـ 41 درجة لكم من عنكزان بوجباجي مختار تنزاواتين تيميوين نفس المقياس على تندوف وحتى ورقلا وحاسم 42 درجة على تغيط بناء باس كرزاز أيضا وتبلبلة 40 درجة على كل من بشار الجلفة لغوات أيضا حسيد الله وحاسي الفحل أيضا 35 درجة على كل من باتنا 36 درجة على النعمة والبيت 37 درجة على تسمسيري تتلمصان أشلف وحتى سعيدة 36 درجة على التبسة أيضا قلما سقه راسع النمليلة وحتى عين البيضاء في حين إن شاء الله رح توصل حتى الـ 31 درجة إلى معظم المناطق السحرية للوطن يعني ملقى لعنبا مرورا بسكيك دا جيجل بجاية الجزائر العاصمة تيبازا شرشال ووصلا إلى مصر غنموهران وحتى بنصاف الملاحة والسيد البحري لنهار غد بإذن الله بحر دائما رح يكون جميل على معظم السواحل الجزائرية إلى ما حاليا قليل الإطراب في بعض الأحيان رياح تاعو رح تكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية في بعض الأحيان القوة إن شاء الله رح توصل أو تتراوح ما بين 10 حتى 20 كم في ساعة لكن المعدل تحارح يكون 15 كم في الساعة من بنصاف أو من مرسى بالمهيدي باتجاه تنس دلس العوانة وحتى للقالة فيما يخص درجة حرارة المياه إن شاء الله فرح تتراوح ما بين 25 حتى 26 درجة أويا أما فيما يخص الإشعاعات الشمسية تبقى دائما مرتفعة هنا حين سجومة بين 9 حتى العشرة على عشرة فيما يخص الإشعاعات الشمسية أيضا ختام نشر الجوية لهاد الليلة إن شاء الله بشروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة ودوحيها لنهاء الغدة تولتاء الفاتح من سبتمبر 2015 إن شاء الله بداية شهر موافقة ودخول اجتماعي موافق أيضا شروق الشمس على الجزائر العاصمة ودوحيها رح يكون في حول ساعة 6-18 دقيقة أما الغروب في حول ساعة 7-16 دقيقة الموقع الإلكترونية دائما في الخدمة نعود أن أدكرككم من شروق أونلاي بوينكوم حتى متيو تغيجيسيس شروق تي في رحوم دائما في الخدمة 24 ساعة 24 في ملخص كل من الجو وحتى البيئة متابعة طيبة مع بقيات برامج الشروق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر